موسيقى هذا عام كذلك بشينا في نفس الاتجاه في التمييز ووجبنا أول المعدلات الوطنية عندنا سلمة الحرق لإجابة 18 عندنا على مستوى الأحرار الأستاذ اللطيفة الميموني كذلك لإجابة 16 تقريباً قريباً لـ 17 ثم قررت باش ناخد هذه التجربة بعد نقطاع ديال 30 عام بالنسبة للسبب نقطاع ديالي عند الدراسة وكان يعني سبب في حال قلوطي شو شابب إنسان ما كان شيء يعرف مصلحة فينية على هذا كانوا السيس شابب يعني ويشبروا فقرية ديالهم هي اللي نفعهم الناجح ديالي كان هده الوالدة ديالي نروح دياله الله يرحمه مسكينه حالياً أنا ربة البيت أم ديال طفلين كان فضل وقيلة غادي نعمل الحقوق نكون قريبة منها قريبة نقول يدي نكون يعني كنا واحدة لا يوجد غياب كبير على الدار الحمد لله هذا العام كانت نتائج متميزة بحل العمليفات وأهم شيء أولاً أشكركم لأنكم عام الثاني على التاول يجبنا العمليفات النقطة الأولى في المغرب على مستوى باكليبر وكذلك المتمدرسين سواء في الأكاديمية الطانجة أو في الأكاديمية القنيطرة هذا العام كذلك بشير في نفس الاتجاه في التمييز وجبنا أول المعدلات الوطنية لدينا مال حرق لإجابة 18 لدينا مستوى الأحرار الأسدى اللطيفة الميموني كذلك لإجابة 16 تقريباً قريباً لـ 17 هذا العام كانوا عندنا تلامد بزاف وفتنا العدد العمليفات كنا كنا نكونوا في هذا المقر هذا ولكن من بعد كما كانت تعرفوا من كما كان يجد الجائحة الكورونا فأظننا أننا نتواصلوا عن البعد فقدرنا منصة خاصة بنا هنا وباقاً فيها الفيديوهات الآن كان عاونوا الناس المستدركين من جميع أنحاء المغرب حتى اللي ماشي من طانجرة عاونوهم يدخلوا لتمال المنصة كان أكثر من 260 فيديو يشرحوا ويوضحوا ويفصلك كل شيء أكيد كانت بجموعة معيقة أولاً الإمكانيات المادية شوية نقصة كذلك التلامد اللي غادي تواصلوا معنا وعاد العامل النفسي اللي كانت الجمعية كتلعب على العامل النفسي أنهم قدوا يفوتوا هذه الجائحة حيث حالما يقول لا يوجد المتحان شوية يقول وراكي المتحان شوية يعطيه التوقيت شوية يبن توقيت آخر فالعامل النفسي هنا زع زع تلامد ولكن نحن في جمعية المجد حتى في المغرب كامل أكبر نسبة المنصيون أكبر نسبة الميزة يعني تشوفوا واحدة الإحصائيات بإمكانكم ترجعوا الروابط تشوفوا كانت في جمعية المجد نفطنجا كانت عدنا تقريبا ما يناهز يعني نعنا تقريبا 350 تلم العدد المنصيون بالضبط هو 2010 المنصيون حتى تقريبا 106 تلم حتى تقريبا 106 تلم لن يوجد عدد سهل حتى تقريبا 14 عدد 18 و 16 وركزنا كذلك على الباك أحرار الناس الذين لا يمتسون فاقلي للأمل كم هذوك الناس الذين فاقلي للأمل كانوا وقفوا معهم وجابوا أكثر من 15 في وطنيا خديث هذا العام الباك بميزة حزن جدا معدل 16.32 كنت من خلطة مع جمعية المجد لأستاذ برهون كنشكره ونشكر الأساسي كملي اللي تعاونوا معنا أستاذ يوسف ماجانا أستاذ يوسف سلامة التجربة ديالي تعرفت على جمعية المجد عن طريق جمعية أطفال بلادي اللي كاتهتن بمكتبات معلقة من ثم عرفت بأنه ما كزيدوا كيعملوا سوية ساعة إضافية ديالي الباك ثم قررت باش نأخذ هذه التجربة بعد من قيطة ديال 30 عام الحمد لله مجبرتي صعوبة الأساسي ذا كملي كانوا وقفين معنا بالنسبة للسبب ديال انقطع ديالي عن دراسة هو كان يعني سبب ممكن قوله بأنه سبب غير غير مبرر في حال قوله طيب شو شابب إنسان ما كان شي كيعرف يعني مصلحة وفينية لهذا كانوا وصيص شابب بأنه بيشبروا في قرية ديالهم هي اللي نفعهم ما كيشي حاجة محسن من القرية حال المناسبة النجاح ديالي كان هديه الوالدة ديالي اللي روح دياله الله يرحمه مسكينه ونالوالدة ديالي اللي كان دائما كي شجعنا على قرية ودائما كي دعمنا حاليا أنا ربط بيت أم ديال طيفلين البنتي تهيار العام هذا أخذت البكار دياله يعني كنا مع بعض تتنا وكانت محلمون نفسها هي كانت علوم اقتصادية أنا علوم أدب علوم إنسانية بالنسبة للأحلام ديالي في المستقبل أنا أصلا دخلت من تخديت هذا الشجر بغير باش نطور راسي في اللغة العربية دابا وقيل لغادي شبر القانون لأنها هي أقرب في مدينة طانجة ما كي شي علوم هذي باش نكون يعني مواضبة إلا بشي سنتيطان ما غنكون شي ما كي شي واحدة نضيبات يعني في القرية كنت من أنا كي عجمني إذا عملت شي حاجة يعني يا إيمان عملك كاملة يعني خليها يعني يخسني نضيبات بكل فهذا المعنى يعني هذا كان نفضل وقيلة غادي نعمل الحقوق نكون قريبة من قريبة نقول يدي نكون يعني كنا واحد ما كي شي واحد الغياب كبير على الدر ومنها يعني يكون مواضبة في الدراسة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد